كيفاش انطلقت العملية كيفاش نسقتوا مع كل معنتها المداخلين لإغاثة أخويننا معتها في سوريا وأيضا في تركيا وكيفاش تصير عملية التنسيق بينتكم معنتها حينيا كل وقت كيفاش معتها يتم التنسيق بينتكم شكرا مرة أخرى على الاستثافة كما تفضلت للسيدة هندى الشابي في المداخل انتاحة لذاعية بالنسبة لنحن كحماية مدنية بعد النبأ من الزلزال اللي يقع واللي حقيقة خلف عديد الضحايا سوى في تركيا سوى في سوريا بدأت الاتصالات على المستوى بطبيعة دبلوماسي وعلى المستوى غيره ثم تتحول دي ما هو البداية تكون على المستوى الديبلوماسي مثلا عن طريقة طرقة دبلوماسية ثم إذا تمت الاتصالات هذه يتم بعد ذلك الجانب الفني مثل الاتصال الفني ما بين الفرق الفنية عن طريق قاعة العاملات الحماية المدنية المدنية اللي هي تعهدت بالتنسيق والي هي مكلفة بالتنسيق في المجال هذا مع باقي الهيئة الأخرى وبالفعل بالنسبة للقاعة العاملات المركزية للحماية المدنية توليت التنسيق مع قاعة العاملات الجيش الوطني مع وزارة الداخلية مع مختلف الهيئة اللي بش ما تدخل وبطبيعها مع تحضير لوحداتنا من جانب لوجيستي حتما جانب لوجيستي بشيهزوه معها متمن معدات باسم الفرق البحث الانقاذ انتعنا معداتهم واختلاف مستلزماتهم والجانب الآخر هو المعالجة مثلا في مسئلة النقل الجوي مثلا مع الجيش الطيران مشكورين على الدعم من تاحهم وكذلك مع باقي الهيئة الأخرى اللي دخلت معنا سوى من هيلة الأحمر من الرطاة كذلك من الصحة العمومية عن طريق القاعة متى قاعة المشتعة قاعة الاستعجالية متى الصحة العمومية كذلك عن طريق شكروم وكذلك بالنسبة للنظام الاجتماعي دونك لهيك هيدا بكل ما بعدها قاعة خدمة من أجل متى انه في وقت وجيس يتم متى يعني توفير متى يعني الفرق بش تواجهت متى سوى لسوريا سوى لتركيا مع العلم انه بالنسبة للفريق اللي مشاه لتركيا هو فريق متى من الوحدة المختصة فريق متكامل هل قدش فيه؟ زيه 44 شخص متى بالنسبة لزومة متى فاهم متى يعني هما فريق متكامل في البحث والانقار نعم من الوحدة المختصة الفريق هذا فيه اطباء فيه ضباط واعوان متكونين في مجال البحث والانقار من تحت الانقار مزالوا كيف يتحصلوا على الشارع الدولي على التصنيف الدولي كما تعرفوا نحنا عنا حوالي اربع شهر من لتحصلت الوحدة المختصة للحماية المدنية وبالتحديد في شهر جوان الفين اثنين وعشرين تحصلت على التصنيف الدولي السنف المتوسط يعني اشملتها تصنيف دولي التصنيف الدولي يعني انه تكون انتها وفق المعايير تعال ام تحت البحث والانقار نحنا تعرف انت وكبعاتنا الوحدة انتعنا ذي تخدم حتى وحاليا هي في تركيا على وفق مثل منظومة الامم تحتها ماناش وحدنا نخدم في تركيا الناس اللي تعرفوا هذا متل فيما عديد الفرق من العالم الكل اللي مشيت غاديكا لازم يكون هنا تنسيق بينتهم باش كل واحد ياخد ظن وياخد منطقة نتاعه ويخدم فيها نحنا اخدمنا في خمسة مواقع في جهة متل يعني المنطقرية اسمها اديامان في جنوب وسط تركيا اختمنا متل غاديك في خمسة مواقع وتم انتشار الجثث متل في المواقع هذه وساعدنا وكانت تم ايشادة كبيرة برشة بالفريق البحث والانقار التونسي نحنا كما قلت لك نحنا اربعة شهر من اللي تم تصنيف انتهنا يعني كنا في تمارين متل ما تاخد تصنيف الا بعد تمارين وعندك معايير على مستوى تدريب يعني المستوى الجهيزية على مستوى المعدات على مستوى التدريب على مستوى التكوين جميع ذو ما لازم تكون حاسب المعايير الدولية نحنا جاومت خبراء وعدنا تمرين 72 ساعة في تونس هنا وقت في شهر جوان وتحصلنا على تصنيف الدوليه بعد اربع شهر اخرجنا من التمرين الى الممارسة الممارسة الواقعية والميدانية والفعلية والحمد لله كانت النتاج على مستوى الباحث كانت تم ايجادة من جميع سوى من فرقة من باقي البلدان واجلس الحماية مدنية او سوى من السلطات التركية كذلك الفريق البحث انتعنا كما تفضلت وقالت سيدة الهندة اللي كان فريق متكون من حماية مدنية هي الأحمر وأطباء مشاوهما ذوم السوريا عامنا كفريق متى كامل فهمت والحقيقة كيف تلقعوا اشادة متى على مستوى تركيا غاديكة سوى متى في مجال البحث وساعدوا متى وكانوا متى الحقيقة شرفوا الحمدنية وشرفوا تونس متى على مستوى العمل تاحهم والجديا تاحهم هذا على مستوى تركيا على مستوى سوريا الفريق كيف نفس العدد المستوى سوريا نفس العدد فيه أربعين شخص بين حيمة مدنية عشرين نفر من حيمة مدنية فهم حتى أنياب يعني زوزة أنيابة البحث وكذلك فهم مثلا منها الأحمر ثمانية وكذلك ثمانية عناصر وكذلك أطباء من الصحة العمومية كما قلنا الكل كانوا خدموا في فريق واحد فريق متكابل والحقيقة وكذلك كانت باهية وبالنسبة للعودة نتاحهم إن شاء الله اليوم الكل هم يروحوا اليوم وإلى بداية من اليوم وبالنسبة للجانب السوري طائرة السوري طائرة الجيش الوطني أقلعت من مطار حلب في اتجاه تونس حاليا دونك توا في الطريق إن شاء الله يربي يوصلهم سالمين ومشكورين الحماية المدنية